يَمَنْ إِلَيْهِ الْمُشْتَكَى عَبْدٌ ذَلِيلٌ قَدْ بَكَى يَمَنْ إِلَيْهِ الْمُشْتَكَى عَبْدٌ ذَلِيلٌ قَدْ بَكَى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد مرحبا بكم أيها الشباب في هذا المجلس المبارك وأشكر الجمعية على تنظيم هذا اللقاء كما أشكركم أيضا جميعا على حضوركم وتفاعلكم وحرصكم على الاستفادة من ضيوفكم وأشكر الشيخ بالزبيض على حفواته بنا ومرافقته لنا وأيضا على اسلامه في ترجمة هذه الكلمات أكبر مخطي أعطيه شكراً نزيل المحرم لنا النجدة عذابًاً نزيل عبر سلامة الشركة او آن جелюباً البرسيط Erfahrung من جبنك شرح رحلًا أنت تعالي أنك أثمان منذ الأش 1800 وعثكم كما تستطيعون للمشاركة التي تستطيعونها يتحدثون هنا كما تستطيعون للمشاركة التي تستطيعون هنا حديثي معكم أيها الشباب الكرام الذين ساعدوا برؤيتهم أيما سعادة عن الشباب لماذا الشباب هم عماد المستقبل بإذن الله عز وجل وهم أمل الغد وهم الذين تعقد عليهم الأمل بإذن الله عز وجل لإعادة مجد الأمة الإسلامية وعلى تطور الحضارة الإسلامية ورجوع المسلمين إلى عهدهم الزاهر بإذن الله عز وجل وصدقاء الله عز وجل وصدقاء الله عز وجل وضع الأمة الإسلامية وصدقاء الله عز وجل وصدقاء الله عز وجل نحن لا نجاملكم أبدا ولكن نقوله في هذا المجلس وفي غيره إن الأمل بعد الله عز و جل هو في الشباب لماذا نقول إن الشباب هم الأمل بيدن الله عز و جل وهم الذين توقض عليهم الأمل هل هو سؤال؟ أحضر لهذا المجلس و الإنفج مستقض اكثر من الناس لأننا سألت عادة من الشباب لأننا لا يساعد حقائي الكبار لأن أصبح الأمر والشباب هو مقابل المسكد إذا استفادوا منهم فما باقي إلا الشباب هذا يعني كيكي جوابهم يعني أن الشباب هم اللي عندهم العزيمة صحيح نحن لدينا كلمة كمثال يقول العالم سيبقى للشباب يعني كل هذا هو جواب يعني الكبار يعني أمدهم في الحياة قليل يعني نعم 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 وأيضا ريس باشا يا رشيدة يا كاجم هل سأتوا دقتي كل تاش داش دور شريطاني أبتسا يوسفين تيدر دوجي شت يستطر خواهش لي برمانان دوني زرفشي أها أين كاجم لك دوم لك دوم لهم وشيس كيمتك هولا الكبار دائمين يعني إن كنت بس كون بالمناسب يعني مستحيل يعني تشيله فلما يروح يعني ريس باشا ريس باشا يقول هاتا من يعني أول الإسلام أجيال يعني أول من استجاب للنبيين من أمثال العالي وغيرهم يقول أصلا أما الإسلام كان يعني يعني يحمله الشباب وهم الذين يعني انتصر بين الإسلام كلها نعم ممتاز حسنتم يعني أجوبة صحيحة يعني الشباب هم يعني فترة الشباب هي فترة القوة والفتوة والتحمل وأيضا كما ذكر بعض الأخوان أيضا أنه الشباب إذا أمد الله وكتب له يعني عمرا فإنه سيعيش فترة طويلة ويمكن أن يخلط ويمكن أن ينفذ بخلاف الكبير الذي ربما أشرط على يعني مغادرة الدنيا أيضا الشاب بإمكانه أن يتعلم ويتدرب ويكتسب مهارات ثم يطبقها بخلاف الكبير الذي ربما يعني اكتسابه للمهارات وقليل وضعيف وربما لا يكون عنده يعني قدرة أو الوقت على اكتسابها أيضا الكبير عنده أولاد وعنده ربما تجارات وعنده مناصب كما ذكر الإخوة تشغيله عن حمل هم الإسلام بخلاف الشاب الذي قد يكون يعني الأعباء عليه قليلة ومن ثم يستطيع أن ينفع ويخدم الإسلام بخلاف الشاب ينفع بخلاف أن أругانا يجب أن أضيت أشخاص ، كما ينفع أن أعيم أن أعيم أن يسى أعييه طويلة خالف أمسكة أليس أنواع يمعنجي تنفي إتصالتي حتى تفضيح تتعبني الضرية أما وعلى تمام لديكس أمسكوية ملادينة تكتبا محمق حول وفيماً تأتذكت يمكن لنستقرالة فيها ملاحقة سرق إمعنا في الأوقع حول شراء وسائل في العديد ملاحظة تلك ليستق أن تقول تلك ملاحظة يسفع ذلك إذا يعني أنه بكل عدد من أبيض أو الأول لأنهم يتعونوا بكتبات المهارة لما يتعون بشكل جدًا يمكنهم أنه يستعون بكتبات المهارة وحسب الأول لا يساعد لديك المهارة لا يمكن أن تتعون بكتبات المهارة لأنه أملاد أولاد أولاد نفس الأول أنه أسأل أنها أمودة فقد أنها أمودة طيب الأخ قال أنه كثير من شباب استجابوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الكباب من الأخ الذي أجاب؟ ما اسمه؟ كيف تستطيع زوج؟ حامد طيب أحسن نعم هذا صحيح نريد أمثلة يعني من مثل ممكن تذكرون بعض أسماء الصحابة الشباب الذين استجابوا ممتاز يعني علي ابن أبي طالب وعائشة واسماء رضي الله عنهم و أيضا من تذكرون أ ritمي أن تذكر للمرأة أصحاب الشباب الذين استهموا وضعاة أصحاب سببها سنعبد 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 هجر لكن هناك عدد من الصحابة كانوا من أوائل المسلمين العشرة المبشرون في الجنة يعني معظمهم من الشباب معظم العشرة المبشرين في الجنة من الشباب قلحة والزبير وعلي بن أبي طالب وصعيد بن العاص هذا يعني صحيح هذا وكذلك الذين شاركوا في المعارك ونصروا الإسلام وقادوا المعارك كانوا من الشباب والنبي صلى الله عليه وسلم وثق بهم وسامة بن زيد رضي الله عنه قاد جيشا وعمره ستة عشر عاما وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بعث المعلمين إلى اليمن من الشباب معظمهم بجبل وموسى الأشعري النبي صلى الله عليه وسلم كان يثق بشباب ويقضمهم ويوليهم على الله المعارك ويحمرهم وهذا دليل على أن الإسلام احتمي بشباب وعضهم الثقة وعضهم المسؤولية كيسير موضعها اولاك. وقللت بسامة الرجاء يقول له رضاك عنه انه اولاك عقل واسك حدث في المنشاطق وقل ذلك يومي بسامة يقول أنه رضاك من الأول الذي يملكم عقل موضعه ومرضي في غيبه وقل ذلك وقل ذلك كيسير موضعه وكذلك يقول القرآن الكريم وكذلك يقول القرآن الكريم نماذج من الشباب ومدحهم وإذنهم فأريد منكم أمثلة من القرآن الكريم من الشباب والكريم في القرآن من الأنبياء الصلاة والسلام أمثلة من الشباب يقول القرآن الكريم كما تقرأت من شباب هو الأنبياء أمثلة من المصر يقول القرآن الكريم سبعة من الشباب كانوا في دولة كافرة وهم مسلمون موحدون كما في سورة الكهف وكان قومهم وأميرهم يعني رئيس الدولة وأيضا نظام الدولة يجبرونهم على الكفر والشرك وهم يقولون يعني لا هنا واحد فلما رأوا أن هناك خطورة على دينهم وأنهم لم يتمكنوا من عبادة الله عز وجل هربوا بدينهم ولجأوا إلى كهف في الجبل الغار ويعني ناموا فيه لأنهم كانوا متعبين فالله عز وجل أراد يعني أن يخلد قصتهم وأن يجعلها عبرة لجميع الأجيال فناموا ثلاثمائة وتسع سنين وكانوا يتقلبون وهم نيام والشمس تأتي في أول النهار وآخر النهار تمر عليهم حتى لا تنتم أجسامهم ثم بعثهم الله عز وجل بعد ثلاثمائة وتسع سنين وأرسلوا أحدهم إلى القرية قرية قريبة من الجبل وقالوا يعني اتي لنا بطعام وانتبه لا يدري أحد من الناس لأنهم لو اكتشفوهم خرجوا وقتلوا فبعثوا واحدا منهم وقال كما قال الله تعالى وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا يعني يأتي بطريقة لبقة ويختفي ولا يظهر أمره ويشتري الطعام ويأتي إليهم في الجبل ليأكلوا فهو لما نزل إلى إلى القرية القريبة وأعطاهم النقود شاهدوا واكتشفوا أن العملة هذه النقود الكاش قديمة فاستغربوا يعني قالوا من حين أتيت بهذه النقود ثم اكتشفوا أمرهم يعني وذهبوا معه يعني بعد ثلاثمائة سنة ذهب ذلك الملك وجاء ملك مسلم وصار الإسلام يعني في ذلك طبعا قبل النبوة لكن الإسلام هو دين الأنبياء جميعا يعني استسلام لله والتوحيد فذهبوا معه وورعوهم في الغار وتعجبوا من شأنهم ويعني بنوا عليهم مسجدا تخليدا لذكرهم وإن كانت المساجد لا يجوز التقنى لكن المقصود أن هؤلاء الفتية الله عز وجل شهاد بهم وسمى سورة كاملة باسمهم في القرآن وهي سورة الكهف أو سورة أصحاب الكهف كما في بعض التفسير فهذا دليل على أن القرآن الكريم يعني رفع شعر الشباب المؤمنين ليس أي شاب يعني لاه قيمة وإنما كما قال الله تعالى إِنَّا أُفِتِيَةٌ أَمَنُوا بِ رَبِّهِمُ وَزَدْنَا مُدَا فَالْفَتَى الْمُؤْمِنِ قَدَ أَثْنَا اللَّهُ عَزْدَوْجَلَ عَلَيْهِ كَمَا أَثْنَا عَلَيْهِ النَّبِينَ أَثْنَا عَلَيْهِ أَثْنَا عَلَيْهِ النَّبِينَ إِنَّيئِ نتفقensًا أَнееا أنهihi كأنسك أخير قضاء للغاية أصحapp Latino.. مماً يكتبنا مفتاح الماضي نعم نجمع مفتاح جدما يسقط في سعاء مفتاح مع هورة وأن أصحاب الماضي شيئاً تلقى مضاني جداً على مجال Herبيت على Assistant وعلى الله على الجبنة وعلى الله سبحانه أخريت أن أرد مضاني فتن آهامم من رغم病 من رجل. انتقاض ان از عمل بيسان مجلسكت غنية. مجلسك نتعيق أنمت جارةنا لذلك المنزل وصف صفل وصفة لإرداد لذلك curve. بعد ذلك قسم بالتشران أبوث عن جهسى وتيشتغنية القفين لذلك القرمات انتقاضين على شكل من وجود هذا الأنب ن зовتكخر . وقد قسمت خارجنا قرار عالم عظيمة فيكم حلسك أنتم من شخص ذلك جميع أنظمت من ربما لأنه في المساعدة وعيوانين سمتتعى المعاقة التي كود رباً في أخرى كلامنا تدورهم والسفل والآخرة والصورة كإبارة كإبارة الله كم يظهر كأسحاب كإبارة 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 الكإبارة كإبارة كإبارة أولاد مدينة Jednu suru naslovia kao pećenice. Stanovnici , علالي رشانو. I tačno, u Suri كهد назviva da su to premiye tn. فتية وهو فيتية اثناء يتعلون منظمة لخصفة اشتركوا Wa Sani ويقالوا له إبراهيم يعني يذكروا الأصنام ويحذرواهم منها ويضايدوا أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر وكذلك يوسف عليه السلام فإنه كان شابا وحينما عرضت عليه الفتنة وآتته امرأة العزيز يعني امرأة الملك مصر وكانت في غاية الجمال وعرضت نفسها على يوسف لأنه أجمل الناس هرب منها حتى أنها مسكت بثوبه وفطعته وبعد ذلك تعرض للفتنة من قبل بعض النصوة فأبى ودخل السجن بسبب ذلك وقال رب السجن وأحب إلي ما يدعونني إليه يعني كوني أسجن أحب إلي من أن أقع في الفتنة وفي الفاحشة ولذلك أثنى الله عز وجل عليه وقال إنه كان المخلصين ولقد همت به وهمت بها لولا أرعى بوهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشة فالله عز وجل أثنى على يوسف عليه السلام وصدوب الإخلاس والإحسان فهذا يعني أيضا من الأمثلة الشبابية في القرآن كريم إبراهيم ويوسف عليه السلام ك أيضا يتبعين من الأمر وأنا من الأمر بوجب بعض النصر في القرآن المخلص في القرآن إليه مخلص في القرآن أتبعوا عز وجلز الانسفل في القران لكن أماكن الأمر أن تظن إليه مخلص في القرآن لأنه لديك ، هناك قرآنسك في المصنع أنه يتمنى عندما أولفع أن أحيب ألاس جرشانون كان يتعالي فعل أن أشهر ملاديكة كيف فعلنا أشهر ملاديكة فعل أن نحي يتمنى أن أصبح ملاديكة يتمنى أن يتمنى أن أجهران أنه ليتمنى أن أعضي معاعدت من جميعا Sundays مع عبيرت عبيرت عبيرتا معاعدت من ذلك معاعدة عبيرتا ومنه ونحن شأنه شبابا ونحن يوم شارعها ونحن اببت أعرف ونحن أتفاق ونحن هؤلاء عشلة عشرين ونحن فكرة شراءة عبقاء ونحن شأنه فيها ونحن أكتراك بعضها الخرن 가지고 أماعها ونحن ذلك يجب أن أعداد عشرة عارسة والدعاء عشرين كيف أكون شاباً صالحاً نافعاً الأمة مساهماً في نهضتها وفي عزها وفي مجدها هناك عدد من العوامل التي تبني الشاب المسلم النافع للأمة المبارك بإذن الله عز وجل ما هي هذه العوامل؟ ما هي الأسباب التي إذا أخذ بها الشاب بإذن الله عز وجل يكون في المستقبل من خيرة الناس ومن خيبار الناس ومن وجهاء الناس الذين يحديمون الدين وإنشورون الإسلام أريد أن أسمع مكمل ومن خيبار الناس ومن خيبار الناس ومن خيبار الناس أريد أنه لديد للدنان اشتركوا في القناة يقول أخونا وهو آخر الذي كان معكم في نظره ورأيه من أهم أشياء أن يكون إنسان شاب يحفو ينتبه من يصحب في حياته من صاحبه لأننا كلمة مشهورة لدى الناس يقول أنت مثل من تصاحب فبما من هذا الكلام ومن هذا المنطلق يقول على الشاب ينتبه من يكون صاحبه والثاني يكون أن يهتم كثيرا بالقرآن لأنه ورد في الحديث أن الذين يهتمون بالقرآن هم أهل الله وخلصته إذا كان إنسان في هذه المرتبة ومنزلة فأكيد إن شاء الله هو في خير أرميه ممتاز إجابة موفقة ما اسمك عبدالله ممتاز يا عبدالله جيد ممتاز إذن يعني الأخ عبدالله يقول أولا يعني الإنسان يختار الصديق الصالح الطيب لأنك إذا صاحبته صديقا طيبا صالحا سيدعوك إلى الخير ويأمرك به ويعينك على الثبات على الدين وكذلك يدلك على يعني ما فيه منفع لك في الدنيا والآخر والعكس كذلك وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء على ديني خليل فلينظر أحدكم من يخالد وفي يعني في البيت المشهور عن المرء يتسل وسل عن قليمه فكل قليم بالمقارنة يقتدي يعني بعض الشباب يقول أنا أجلس مع فلان أو كذا وأنا أعرف قلبي معي ولا أتأثر وهو يدخن أمامي أو يصحب النساء أو كذا وأنا أبدا يعني أثق بنفسي وهذا من تسويق الشيطان أبدا أنت إذا جلست مدخن مع الوقت ستدخن إذا جلست إنسان يعني فاسد وصاحب مجون ربما أول يوم ثاني يوم تمسك نفسك ولكنك تتأثر وهذا جيد يعني الأمر الأول للصحبة الطيبة صديق الصالح يدج أن يتجد أن تتتأكلم على نفسك بعض الشيطان يقول إنه مجبورًا لأن على ما يوضع المشهور الأول ومن العديد في المصرات من حين ساولات مجوء وضوية أراضًا تخرج أمر ذلك أبدا من البحث يقول إن أشخاص يقول إن أشخاص يقول إن هو قديم إن في القناة عميرًا وقول إن أشخاص يقول إن أشخاص يقول إذا يكون أطور ذلك أذكر إن أخذني أخذت أن أخذت ليلة كل شخص ويت بإدقاء وقصد بحديث يؤلون بالسجاه الهديس على مراهجه يقول لك أن شخص مراهج حيث يبقى أن يبقى سهلون يقول أنه عاد السجاه يقول أنه لا يترسل ألا تترسل ايضا بأنه من أمام لأنه يترسل كما يترسل يجب أن تضغط على أنك وقصد أنك تضغط على أنه أليس من أراني وأنه ثم يؤمنون لكن لقد أردوا من جميع المسلمات ولكنهم أردوا إلى جميع المسلمات قلت بأن منذ أنه ليس لديه المسلمات لنه أقول عليك مؤسس النار أسكر، أنه ليس لديه المسلمات إن واجه يعد لديه المسلمات نتاجه لكم أقول أولا أولا قلت بأسили ويرال الأقاد من السابق المسلمات هل هم نقطة أن يكون مسلم أو تنظر حتى في صفاته وتنظر في خلقه وفي أدبه وكذا أو هم نقطة تنظر هل هو مسلم أو ليس بمسلم لا لا يكفي لا أود تنظر أن يكون محافظ على الصلاة أن يكون أخلاقه الجيدة ما يفعل عادات سيئة يعني كما ذكرت التدخين والخمور ولا كذا لأن بعض الناس يقول أنا مسلم بالاسلم يعني ولكن أخلاقه لا تمثل الإسلام أيضًا لا يفعل ما يفعل المسلم لا يفعل الأمر لا يفعل لأجب المسلم ويقفين تنامجين عن الناس المحافظات قد لا يكفي لا يزال يزال إنسانه كنت يقول لا يزال الناس نهاية الوحيد والمشكل بكى العقلية كأنه يفعلها يجب إقصر تحديدو يشوف تجرب من تجربة أنه يتعب بالتعب في صحيح على اتعب شفرة وزنهم كيف تم تحديدد كميف يتعب في الناس كان ذلك في بجمعك في الناس أن يأتعب على الناس بعد أن يPhone 9 العلقين أما أن يأت عليه يا أساني ما نعم بشكل في الحقيقي بشكل مما لا يعتبون أنه بالناس أعتني أنني أكون جعبا وهان حقيقي لا أقل أن تجمع التقليد التي يجب عليها أن تجمع هذه المساعدة لا أتبعهم ماذا يقول أحد أهم المهم في نظره أنه من يسبر أنه يقول كم نرى من العصر أنه يبنى على التزاو أن يكون هناك المسيبات ويفيرت أجل أن يرى إلى ما كان عليه يقول لطنعهم جدا أن يسبر على اقتلاعات يسبر على فتح يسبر على ما يسبر ولا يتراجعون نعم ممتاز الأخ ما اسمه؟ اسمك؟ كالسة عشرية متحات متحات ممتاز قبل ذلك الله نبه القرآن ولا شك أن القرآن الكريم من أعظم ما يبني به يعني الشاب بنفسه أنه كلام الله عز وجل وفيه كل ما يحتاجه الناس في أمر المعاد والمعاش وهو سبب للرفع في الدنيا والآخرة قال عليه الصلاة والسلام أن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين فلا شك أن تحاول أنك تحفظ ما تأسر من القرآن الكريم تحضر درس في القرآن ربما يوجد دروس في القرآن تحضر درس ولو في الأسبوع مرة تقرأ في المصحف يعني في اليوم ولو نص ساعة ربع ساعة هذا مما يعني يبني الشاب يدني الله عز وجل ثم ننتقل بعدين إلى الصلاة شكرا لنسى مرة أخرى موسيقى المترجمات للمترجمات يتصيني على الأمور تعود أن يقوم بالعيش في القرآن ثم يتطلقًا من فكلم بأنهم يتطلقون ولذلك فكر المعيش في القرآن والله يتضغي في القرآن والذي يتقلق Way000 القرآن يتطلق كبير أيضاً موجودة من القرآن لأن الإنسان الكسول الذي يريد النوم والأكل ويتهيب عن المسؤوليات ويتهرب عنها هذا لا يمكن أن يبني مجدا فالصبر الحقيقة هو من أكبر مفاتيح النجاح أي عظيم في التاريخ لا بد أنه صبر المسلمون والكفار يعني التعليم يحتاج إلى صبر النجاح المدرسي يحتاج إلى صبر المشاركة في الجوش تحتاج إلى صبر التجارة تحتاج إلى صبر العمل يحتاج إلى صبر فهذا في غاية الأهمية لا يمكن الإنسان أن ينجح في دراسته ويتفوق إلا بالصبر ولا يمكن أن يحصل على تجارة إلا بالصبر ولا يمكن أن يبر والديه إلا بالصبر ولا يمكن أن يتعامل مع الناس ويكون محبوبا إلا بالصبر فهذا جيد لكن الاستبر شديد على النفس لكن الإنسان ينتظر النتيجة الحلوة جيدة في المستقبل بإذن الله عز وجل إذا تذكرت النهاية السعيدة لك إن شاء الله بعد التخرج وبعد الحصول على الوظيفة وبعد الزواج بإذن الله فإن شاء الله يكون عندك قوة على تحمل المشاق وفي المثل العربي ومن طلب العلم من غير جدا أضاع العمر في طلب المحالب ودون الشهد يبر النحل من الأمثلة الإنسان يريد أن يجري العسل لا بد أن يتعرب للأسحاد النحل لكن يصبر عليها في مقابل الحصول على نتيجة جيدة هل temبتساوية بعضنا يستعفع الأمثلة أزق ألم أن تقول أنه حياة في خانشان أمعد بيجارة المنزل حقاة بإذن الله أن تقول أحساب العمن الزواج يجب العودة أعلى يقول أن يتمكن من الأمثلة أرحب بلقد ثمين محسول آ أمثلة نظر أن تحمل الفتاة الوظيفة أمثلة أشغال الأشخاص أعلى كيف تريد أن تتعرف شخص أعلى أحزاب أحزاب شخص أرحب أن يستعفع أمثلة هم هؤلوك أجلسك اجابة على جديد قلومة … تحتاج إلى وحصول على ما يحصل على المواد من المواد المسلمين أولاد مبضاء قصير والعبفط على أن الأميز يضع لكن الأميز ویند لديه وحصول لقضاء لديه قلومت قادم قواعدم القلوم وهو هناك خلال فيبط ولكن لا يحصل على سبيل لتسلب من قد لديه وذلك ، فهدف ريش رهاية ، فعلي تشتبوه عليك محققًا وله مجل يزور اكثر على أن تشتبه ، لكنه ينبان بها ir طعب لذلك لذكء يجب أن يهلك المتغل في الكثير لك من اجتماعه انك جلوبة فقط لذلك ، من الناس ياثبون ؟ لا يجب أن نقرن أجتب كيف نقرن يقول الإخلاص في خلوات لأن خلوات يظهر فيها الصدق الإنسان حقيقة إذا كان في خلوة يخاف الله فأكيد أنه في العلن يكون أحسن من هذا فكل هذه الثلاثة اجتماب كبوب وصحبة طيبة وصدقه في الخلوات يكون فيها أهمية ممتاز حسنت وباختصار أن كل تقوى الله عز وجل وقاعته في السر والعلن لا شك وهذا ما ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم نعمل صالحا من ذكر أنه ونثى فلنحينه حياة طيبة والحياة الطيبة في الدنيا والآخرة ولا ينزينه مجرم بأحسن مكان يعمله لا شك أن يطيع الله ويتقيه يوفقه الله عز وجل ويفتح له أبواب الرزق وأبواب الخير لأن الله عز وجل هو الرزاب وهو المعين وهو الناصر وهو الذي بيده خزايا مستموة الولاء فمتما الإنسان طاع الله واتقى سيوفق بإذن الله عز وجل في حياته كلها والعكس كذلك بعض الناس قد يحصل على المال وقد يحصل على المناصب ولكن لما كان قلبه خاومي الإيمان لا يحصل على ا Richard contenك كان contractor بالنماذي مناخTanoc الساب فمتما ربما يحصل على المناصب copy ومعinter هؤلاء النصر مادة يحصل على اكبر المجدعي واللقان في المساعدة. كان عامة مجددا أمان أصبحت مجددا كما تسمع الأولى لا أصبحت شكل عامة أولاً وطولة أولاً كما قبل أن نحن فضلك أولاً أولاً فيما أن يتحقون إنها أصبحتك أسرع أولاً إلا جلشان إنها ربطة جلشان أولاً قتل يقول أنه جلشان جهدت جدا جداً على الحفكة على كلتنا. جهدت على الإسلام سيتم من المتطاة و بسببنا في البداية ، يكون جداً و مهمة على المثال من المفيدات و قلق سيكون عدم قبل تجهد و يتسرح من قبل إسراب سيتي و قرد من المتطاة لدينا و إلاحوان في أسفق لا يهتم بأي شيء في الأسطى لأنه لا يريد أن يستطيع أن نقوم بها والسرعة فهو يسارعوا بين القواهد ويسارعوا ويستطيع الغريرة كل شيء في نظر الصلاة فالصلاة يقول هي تمنعك من الذنوب وهي تطحرك من الذنوب وهي تربيك على أنه الله سبحانه وتعالى دائماً يطلع عليك فذكر ثلاثة فوائد أنها يمنعك من الصلاة يطحرك من الصلاة ويربيك على أنه الله سبحانه وتعالى يطلع عليك دائماً جيد أحسن والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبلالة أرحنا بالصلاة يعني فيها راحة وانشراح للصدر والإنسان إذا أدى الصلاة عز وجل يكون عنده من النشاط ومن الراحة القلبية ما يجعله يتقدم ويعمل ومنشاط وينتج هذا جيد وأخيراً حتى نختم إن شاء الله تطوير الذات أيها الإخوة الإنسان كما قال تعالى والله أخرجكم من بطول إحمادكم لا تعلموا شيئاً الإنسان حينما يخرج الحياة يكون جاهلاً لا يعرف لا عنده علم ولا عنده مهارات فهو بحاجة إلى أن يتعلم يتعلم وكله ميسر لما يخلق له كل إنسان له ميون إنسان يعني يحب الرياضيات إنسان يحب العلم الشرعي إنسان يحب الميكانيكا إنسان يحب الاقتصاد لكن لا بد الإنسان أن ينجح في مجال معين يتعلم ويطور المهارات يأخذ دورات يقرأ الكتب وبهذا إن شاء الله عز وجل يرتفع الجانب المادي عند الأمة الإسلامية لأننا كماننا نحث على الصلاة وعلى التقوى أيضاً لا بد أننا نعرف المفاتيح الحياة المادية لأن الغرب إنما نجحوا بمهارتهم في الأمور التقنية والمادية ثم بعد ذلك البلاد الشرقية في الصين واليابان لحقوا بالغرب بالبلاد الإسلامية ما زرت متخلفة للعسف لأسباب منها أنهم لم يدعكوا أصول الصناعات ومهارات يعني الاقتصاد والتقنيات فأيضاً لا بد يعني لك أيها الشاب أن يكون عندك مهارة أتكون كأي إنسان يمشي في الشارع أن تكون ملمب بالحاسب الآلي أو بالاقتصاد أو بالإعلام أو بالتجارة أو بالميكانيكا أو بالاتصالات حتى أولاً توفر لك مصدر مصادر الداخل الأمر الثاني تساهم في نهضة البلد إذا لم يكن من شبابنا من يعرف يعني أصول الاقتصاد والتقنيات والتجارة والإعلام سنظل البلاد متخلفة ولا ننتظر أن يأتي الغرب ويطورونا الغرب يعني والكفار يحبون أن نستمر متخلفين لكن بشبابنا بإذن الله عز وجل واعد الغرب في نهضة البلاد ولم يتعب على المشاربات الواجهة الواجهة إلى جميع المشاربات. لقد تخذناك المشاربات المشاربات لأنهم يتعبوا ، يتعبوا ، يتعبوا ، يتعبوا. ولم يجب ، كما يصبح مصرماناً من العاملين إنهم يتعبوا محلوظة ، على اشتركات الأشياء وسطوق فيها نوع من المتحدث اشتركوا لحسنان يجب أن يضبط إليهة تدربي إجتبالهم تدريب أنت تأخذ على القيام فجمك عندما يستدعون كما تعالى كما يدعون 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 شيء مستدعون يسكه مستدعون راđa se kao neko potreban znanje. I što više se obrazuje, što više bude učio, to će više koristiti. Samim tim, kada on se obrazuje, on postiže više koristi. Prvo što će obizvijeti sebi na faktu, obizvijeti će sebi potrebe existencije. A samim tim on i povećava ajde kažemo stepen i da kažemo isto važnost njegovog mjesta gdje živi. Jer on je u onom mjestu gdje ima obrazovani ljudi, ondje gdje ima ekonomije, to mjesto ima svoju važnost, ima svoju bitnost. Ondje gdje su ljudi neobrazovani, ondje gdje ljudi ne učeju, tu nema ekonomije, tu nema uspjeha, tu nema onaj, hajde da kažemo, nikakvog prosperiteta. Tako da čovjek u onog momenta kada se obrazuje svjetovno, kada se nadograđuje neprestano, znači u pogledu svjetovnih, nakon šest normalno potvrđuje, kaže svakako ovu, nakon svega toga što čovjek ispravno sva ti vjeru, nakon što se boji Allah, ali dodatna naobrazba, putem kurseva, putem školovanja, putem, znači, fakulteta, da muslimani moraju da se obrazuju kako bi, ako mog, da onaj, njova društva postala perspektivnija. Akhiran, iskorukom jami'an, ala husini insatikum, ala istidapatikum lana, wa iskoru ala šeha ala bezzubaira, ala targumatihi u sabrihi. Wa asala Allah, ili jami'at, i kustadadu, njajah v dunia ulākira. Alhamdulillahi rafbil alameen, wa sallallahu wa sallam, ala nabiyyina muhammad, wa sallam. Hvala šeha, šeha, vam se zahvali, ima vama na vāši prisustu, na vāši leponāša, na vāši kultūri, i nakāju, kakāju, 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 k